السلام عليكم. انا شايماء امين. هعمل لكم ان شاء الله النهاردة من مطبخي مطبخ فريدة. وصفة كلنا بنحبها في الطفولة وبنشرفها زمان. بس في ناس كتير بتبقى لانا منها دلوقتي وبتقول ان هي مسكرة هي البوزة. اخي خالص يا جماعة البوزة عايز اقول لكم ان هي مفيدة جدا للمعدة وللهضم. البوزة المسكرة دي كانت بترقى من الشعير. لكن دي خميرة ولبن ودقيق بالعكس. دي مفيدة جدا اللينا والاطفالنا. يلا بينا نشوف ما قادرنا ايه والطريقة ايه? انا عندي هنا لتر السوايل بتاعي. طبعا الجهزة بتتعمل بالمية بس. انا هنا هحط نص مية والنص لبن. يعني اللتر هحط نص مية ونص لبن. عندي كوباية اللي تلتي من الدقيق. وعندي كوباية سكر وكيس دانيليا. وعندي معلقة خميرة بودر ممسوحة كبيرة ومعلقة سكر كبيرة. آآ ولو عندي خميرة بيرة هتحط قطعة قدعين الجمال. وانت ازا حب بتعمليها كلها بالمية هتحط اللتر كله مية او كلها لبن عادي براحتك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه? انا هجيب الحلة بتاعتي افضي فيها اللبن على المية على الدقيق. وحط آآ هفك اللبن مع الدقيق مع المية الاول على البارد قبل ما رفعهم على النار. علشان الدقيق ما يكالكعش مني لو رفعته على النار كده هيكالكع ومش هعرف افكه ولا سوي كويس على النار. لان احنا لازم نساوي دقيق شوية على النار. مش هضيف السكر دلوقتي. انا بس هجيب الخميرة بتاعتي والسكر. هحطهم في ربع كباية مية واسيبهم يتفعلوا لغاية ما اللبن بتاعي والوصفة دي يا جماعة لازم تتسافي التلاجة لتاني يوم تخمر قبل ما تتقدم. علشان نبقى طعم البوزك كده مزبوط معك. ادي الخميرة والسكر بتوعي هسيبهم بقى واركنهم على جنب كده. لغاية ما ساوي دي على النار وابرده وبعدين ارجع اضيفي الخميرة. هنا رفعت اللبن بتاعي على النار مع دي مع المية. هفضل اقلب باستمرار عشان ما يلسعش مني من تحت هو يبوز. هتقلب لغاية ما يتقل معاك كده. وتحسني انه بقى عامل زي البشاميل الخفيف. شايفين هنا بدأ يتقل اهو معايا. بقى كريمي كده. هبدأ دلوقتي اضيف له السكر عشان يدوب معاه. لان لو ضفت السكر وهو بارد مش هيدوب بسهولة. طبعا انت لو حابة تزاودي الكمية هتضعف المقادير. بس انصحك يعني اي وصفة تكوني بتجرى بيها الاول مرة. تجرى بيها في المقادير بتاعتها الصغيرة. وبعد كده تضعف الكمية لما تنجح معاك. بعد ما هدوب السكر بتاعي هاركنها بقى واسيبها تبرد على على جنب كده تبقى دافية زي دمعة العين كده. وارجع اضيف لها ان شاء الله الخميرة. لان احنا لو ضفنا الخميرة طبعا عارفين لو ضفنا الخميرة في اي حاج سخنة بتموت وما بتتفعلش معايا. كده هي بردت عندي شايفين لما بردت تقلت ازاي? وكل ما بتقعد في التلاجة بتتقل. آآ طبعا هي لو تقلت منك لها حل ان انت تزاودها بمية او لبن. لكن لو هي خفيفة معيك يقوي زي المية ومش هيبقى لها حل لانك تسويها تاني على النار. وهتبقى مشكلة. فالاحسن ان هي لما كنت قيلة لها علاج اكتر. انا هنا ضفت الخميرة بتاعتي بمسكر وهضيف كيس الفانيليا. وهضربهم بقى كلهم في الخلاط عشان اي حاجة كلكعت مني ولا حاجة تفك معي. الطريقة سهلة يا جماعة وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا هنا هضربها بقى في الخلاط. طبعا هتقعد في التلاجة للصبح. انا عملتها بالليل. هسيبها للصبح قبل ما قدمها. آآ ولما اجي فضيها في حاجة اعمل حسابي اصيب نص الحلة. مثلا لو هتسيبها في الحلة او في الدورة تسيب نص فاضي علشان لما هتخمر هتزيد معاكي. شايفين لما اتضربت? انا هنا هسيب نص الدورة فاضي علشان لما تعلم معايا اعمل حساب ان هي ممكن تفور وتبهدل للتلاجة. واتفقنا ان انت لو لقتيها تقلت معاكي بعد ما خمرت. هتزاوديها شوية مية وتفكيها بمعلقة او بمضرب كده يدوي. هتلاقيها رجعت سيلة معاكي وكويس. انا كده هسيبها في التلاجة لتاني يوم ووريها الكورس صبحي شاكلاقي. هي شايفين خمرت معايا هنا ازاي وزادت آآ شوية ازاي? انا كنت سايبة نص وفاضي. زادت تقريبا الربع كمان. شايفين بقى هو فاصل عامل فوق آآ تقيل ازاي كده ومن كلكع. فانت هتجيب اي حاجة كده رفيعة تقلبي بيها عشان انا عندي هنا الدرق دايق من فوق. هقلب معايا كده رفيعة. انت لو عندك بقى حلق وكده هتقلبي بالمبرد بالمضرب هيبقى سهل. آآ هتفكيها كده وهترجع سيلة معاكي. ومعنى ان هي فقاعات على الوش كده معنى كده ان الخامرة تفعلت. وان هي كده نجحة معيكي. هنقدمها بقى ان شاء الله. واجربوا الطريقة بازن الله. وما تقلقوش. اشربوا منها وشربوا ولادكو. مفيدة جدا بتنظف بطن الاطفال عشان الخامرة اللي فيها. ومفيدة للبشرة. آآ ان شاء الله اتجربوها وتعجبكو. واستنى رقيكو واستفساراتكو وتعليقاتكو. ومتنسوش ان شاء الله اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكو كل جديد. واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة من مطبخي مطبخ فريدة. كنت معيكو شايمة امي. باي باي. اشتركوا في القناة.